السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي وجبات ليوم كامل إن شاء الله يعجبكم الفيديو نقول بسم الله ونبدي رح نبدي ويا وجبة الفطور طبعا سويت وجبة فطور بسيطة اللي هي كالعادة بياض شوية جبن شوية خضروات احنا بالنسبة إنه أهم شيء يكون البيض موجود بسفرة الفطور إذا ماكو بيض مايعتبر ريوق وطبعا أنا كل مرة أسوي بطريقة مختلفة أما أسلق أو أسوي بيض عيون أو أسوي مخلمة أو يالبوتيتا ويالفطر حسب المزاج بذاك اليوم وحسب الواحد شون مصبح إذا عنده واهز يعني يسوي هاي الأشياء كل مرة أغير بيها حبيت أشارككم بوجبات ليوم كامل بناء على طلب من صديقة القناة هدوء البحر هي رادة عندي طبعا وجبات لأسبوع كامل لكن أكيد طبعا هذا الفيديو مستحيل واحد يصوري فصورت لكم اليوم كامل وكان أيضا عندي طلب من صديقة القناة حبيبتي يعني اسمها مو واضح لأن عبارة عن حروف إنجليزية فرادت من عندي طريقة عمل لسباكتي وحبيت أقدم ليها أيضا بداخل هذا الفيديو وبصراحة ما عرفت شنو أسمي هذا الفيديو لا أقدر أكتب وجبة عشاء ولا أقدر أكتب وجبة غداء ولا أقدر أقول لكم مثلا سويت لكم أكل يفوتكم لأن هذه الجمل اللي هي أصلا عبارات نستخدمها يومية يعني أنا يومي إذا تخابرني وتقول لي إش ده سوين أقولها والله سويت لك وجبة غداء تفوتج يعني هذه كلمات وجمل نستخدمها إحنا بحياتنا اليومية لكن إذا جدت صاحبة قناة واستخدمت هذه الجمل كعنوان فخلاص بعد لازم ما حد يحكي بها لهاي الكلمات ولازم ما حد يستخدمها كعنوان فحرت والله ش أسمي لكم هذا الفيديو لأنه يعني هاي ظاهرة جديدة حسة طالعة طبعا ما ريد أحكي هوايا بالموضوع لأنه فعلا يثير الشفقة ويحسسك المقابل يعني خطيج قد ضايج من نجاحك بحيث يدور عليك هاي الزلات اللي هي مو زلات ممكن أنه تحدثه يا أي شخص لأنه هي جمال عادية هي مو عنوين أغاني أو عنوين أفلام اللي مسوي وجبة غدة يقول سويت غدة طيب ولما مسوي وجبة عشبة للحوم يقول سويت عشق اقتصادي ولما مسوي كيك بدون فرن يقول سويت كيك بارد وبدون فرن هاي يعني هاي طرع عناوين مختراعات المهم نرجع للفيديو ومالتنا كمل الترتيب والصحون بهشكل هذا ومثل ما تعرفون واحد الصبح مرات ما يشتيه ياكل لكن من يشوف يجي أشياء مرتبة وحلوة رح يشجع ياكل وضروري تتريقون أعرفوا هوايا ناس ومن ضمنهم صديقتي مع عبدالله ما تحب الريوق وتكتفي في نجان قهوة لكن وجبة الريوق هي جدا مهمة وضروري كلكم تتريقون من الصبح جبروا نفسكم حتى إذا ما تقدرون تاكلون ضروري تجبرون نفسكم وجبة الريوق مهمة كلش لعملية الأيض والاستقلاب تحسن من أدائك اليومي فضروري يعني تتريقون يوميا حتى له أشياء بسيطة حتى تساعدكم على تكملة اليوم بنشاط والصحة كملنا هسه من وجبة الريوق بالعافية علينا وعليكم رح ننتقل لوجبة الغداء رح نسوي اليوم للغداء سباكتتي طبعا في قدر ضفت كمية وفيرة من المي ورشة زيت ورشة ملح انتظرت المي يغلي تماما يلا ضفت السباكتتي أنا ما أخلي السباكتتي فترة طويلة بالمي يعني ما أخلي ينسلق إلى أن يستوي بالكامل مجرد أشوف حبات السباكتتي ييتي صارت طرية ويعني تنثني بسهولة أصفيها من المي الساخن وأخسلها بمي بارد وأتركها على جنب السباكتتي إذا ينسلق زيادة عن اللزوم رح يتغير طعمه ورح يعجنوا ياكم فضروري تسلقوا على النص لأنه إحنا بعدين رح نضيف ويا صرصة حمراء ويكمل الاستواء ماتة عندي هنا في قدر ضفت كمية بسيطة من الزيت النباتي وحبت بصل متوسطة الحجم ثرامتها وضفتها ويا زيت وبقيت أقلب البصل إلى أن يذبل بعدين ضفت كمية من اللحم المفروم قلبت البصل ويا اللحم إلى أن تغير لون اللحم بهالشكل هذي رح أضيف هسه شوية من السبع بهارات مشكلة وشوية من البابريكا ورح أقلب التوابل ويا اللحم والبصل يعني طريقة عادية ماتة الحشوة نحمس البصل ويا اللحم ونضيف له شوية التوابل ونقلبه رح أضيف أيضا حبة طماطئ صغيرة طبعا إضافتها تنطف دنكها كلش طيبة أكو هوايا ناس ما يضيفون طماطئ ويريس باكيتي يعني هي أصلا الوصفة الأصلية ما بها طماطئ زيان لكن تنطف الطعم كلش طيب وإنتوا بعد براحتكم إذا حبيتوا تضيفون طماطئ أو لا قلبت هسة كل المكونات مع بعضها إلى أنذبلت عندنا الطماطئ رح أضيف هسة صلصة هي مثل المعجون لكن بيها نكهات إذا متوفرة يومكم استخدموها إذا ما متوفرة فضيفوا ملعقة طعام من معجون الطماطئ وياها ملعقة طعام من الكجب وقلبوها ويا اللحم حتى تنحم الزين هاي في حال يعني ما متوفرة هاي الصلصة لكن إذا متوفرة فتقدرون تستخدموها هي مثل الطماطئ البيوري ويخلون بيها النكهات ثوم بوصل فيكون طعمها كلش طيب إذا متوفرة استخدموها إذا ماكوا قلت لكم ملعقتين طعام معجون طماطئ ويا ملعقة طعام كاتشاب أخلطوها وضيفوها وأحمسوها شوية ويا اللحم وبقية المكونات آخر شي رح أضيفها هو الملح وحتكون الصلصة مالتنا جاهزة رح أضيف الساق الاسباكيتتي وأخلطها ويا الصلصة طبعا النار بعدها مش طغلة لكن كلش هادئ قلبت الاسباكيتتي ويا الصلصة بهشكل هاذا ورح أغطي القدر وأترك على نار هادئ جدا لمدة 10 دقائق حتى الاسباكيتتي يكمل الاستواء ماتة ويرجع يسخن لأن تعرفون إحنا غسل الناب ما يبارد فحتى يرجع يسخن ويكمل الاستواء ماتة فمن 10 دقائق إلى ربع ساعة على نار هادئ يصير ويانا تمام وهذا شكل الاسباكيتتي بعد أن استواء ويوم يوم يوم والله كلش طيب مكانكم خالي احنا نحب الأشياء اللي تدخل بصناعة الماكرونة يعني الماكرونة بالبشاميل، السباكيتتي، اللازانيا كل الأشياء اللي بيها هاي الباستا وعائلتها احنا كلش نحبها لكن أسويها قليل لأنه تسمن يعني كل اسبوعين يلا أسوي وجبة بيها هذا النوع من الباستا سواء سباكيتتي مثل ما قلت لكم بشاميل، لازانيا يعني ما أكثر منها لأن مثل ما تعرفون كلها كاربوهدرات وتسمن لكن يعني هي طيبة ونحبها فاش نسوي هذه كانت صفرتنا للغداء بالعافية علينا وسهمكم العافية سويت وياها طبق صلطة وسويت المعدنوسية اللي هي شوية لبن زبادي ويا معدنوس وفستوم ورشة ملح نخلطه ويصرب هالشكل هذا وخليت أيضا المخللات أو الطرشي والكتشب والمايونيز اللي يحب يضيف صلصات على الاسباكيتتي وأكيد طبعا لازم نختم الغداء مع عم فواكه فاليوم كان الفاكهة مالتنا هو الرقي أو البطيخ شو تحبون أنتوا تسموه لكن ما أخلي أنا ويا الغدال يعني معناه يعفون الغداء وياكلون الرقي والحمد لله على النعمة هذا كان غداني رح ننتقل هسا لوجبة العشاء طبعا إحنا بالعادة العشاء مالتنا خفيف لكن من يكون الغداء مالتنا مو ثقيل فأضطر أسوي وجبة عشاء يعني دسمة ومشبعة فسويت اليوم شاورما الدجاج طبعا نزلت لكم إياها هوايا بالقناة سويت شاورما الدجاج وشنت آني مسوية الخبز البيدة التركي أيضا نزلت لكم الوصفة مالتها بالقناة رح أخلي لكم روابط هاي الوصفات في صندوق الوصف ومثبتة في أول تعليق سواء للشاورما أو لهاي الخبزة خبزات البيدة إذا حبيتوا شوفوها فسويت لهم لفات مع شاورما والحمد لله على النعمة الله ينطي الصحة والعافية لكل ست بيت واقفة بهذا الحر تسوي أطيب الوجبات حتى تطعم عائلتها والله ينطي الصحة والعافية لكل أب تيكد ويعمل حتى يوفر هذه الأشياء لأهل بيته أسفل الفيديو عليكم صار طويل إن شاء الله تكون الوجبات والفقرات اللي بيعجبتكم أشكر دائما متابعتكم وإلى اللقاء